اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تطوير البيئة التنافسية في العمل الحكومي وخلق الفرص لتحقيق مزيد من التمييز لمواصلة إنجازات المملكة بسواعد أبنائها المبدعين الذين يبادرون بأفكارهم الخلاقة والمبتكرة أمام كل تحدي في بيئة عملهم فيحولون التحديات إلى فرص مستقبلية بحبهم للإنجاز منوها سموه بأن تنافسية بيئة العمل محرك للكوادر الوطنية الحكومية نحو الريادة في كافة المجالات بما يسهم في تطوير كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز مساعي التحديث المستمرة تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقال سموه إن استثمار التحديات التي تصاحب مسارات العمل المختلفة يضفي طابع الإبداع والابتكار ويرفع مستويات الأداء في مسيرة التطوير عبر طرح حلول متميزة تؤدي لخلق تنوع في وطيرة الإنجازات وهذا ما برهنته مسابقة الابتكار الحكومي فكرة بمخرجاتها في نسختها الأولى والثانية والتي ساهمت في دعم الآليات التي تم الاستناد إليها لضمان استمرارية العمل الحكومي في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم لجائحة فيروس كورونا جاء ذلك لدى لقاء سموي حفظه الله عن بعد اليوم بأصحاب الأفكار الاثنتين عشر المتأهلين في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة حيث هنأهم سموه بوصولهم للمرحلة النهائية منوها بجهود المتقدمين واجتيازهم مختلف مراحل المسابقة معاكس حس المسئولية والمبادرة الوطنية لتحقيق الأفضل والوصول للتميز في القطاع الحكومي ما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين وتفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكريم أصحاب الأفكار الفائزة عن بعد متمنيا لهم التوفيق والنجاح لمواصلة تحقيق الإنجازات في مسيرتهم العملية معربا سموه عن التطلع لتعزيز آليات العمل الحكومي ورفع كفاءة أدائه من خلال تنفيذ الأفكار الفائزة بما يتماشى مع برنامج الحكومة وأولوياته ويحقق مبادراته بإبداع وابتكار يسهمان في تحقيق أفضل النتائج المرجوة وقد قدم أصحاب الأفكار الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى من مسابقة فكرة عرضا أمام اللجنة التنسيقية لدى اجتماعها اليوم عن بعد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جانبهم أعرب الفائزون في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة عن اعتزازهم بالفوز في المسابقة التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيدين بالحرص والاهتمام الذي يليه سموه بتشجيع الطاقات الحكومية وتعزيز الابتكار والإبداع في العمل الحكومي بما يحقق التطلعات المنشودة مما يذكر أن جميع الأفكار المتأهلة مرت بمراحل تقييم مختلفة لتصل 12 منها إلى المرحلة النهائية وبعد عرض الأفكار على لجنة مكونة من عدد من أصحاب السعادة الوزراء إلى جانب تصويت الجمهور فازت كل من فكرة توسعة خدمات الصحة النفسية في المجتمع المقدمة من بثينا حميد العصفور ودكتور علي حسن السلمان من مستشفى الطب النفسي بوزارة الصحة وفكرة إدراج أساسيات الإسعافات الأولية في المناهج الدراسية المقدمة من كوثر فؤاد سلمان ونادية جاسم أبو إدريس من وزارة الصحة إضافة إلى الفكرة الفائزة باختيار الجمهور التي تهدف للتوسع في برامج طرح أراضي الإسكان للمزايدة المقدمة من السيد محمود عدنان لبلادي من تمكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر